موسيقى من خلال أقوال أهل العلم أن العجوة لونها أسود ومن خلال سبحان الله أخذوا 30 عينة أو جمعة مقشتم في أمريكا ذكرت أن عجوة المدينة لونها أسود وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية الله يحفظها ذكروا أن عجوة المدينة لونها أسود والأبحاث الطبية المنشورة في المجالات العالمية التي أجرت على عجوة المدينة التي لونها أسود ذكر أظهرت ووضحت الإعجاز العلمي في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام من ضمن الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية في بحث الدكتور الباحث أحمد رجب وأخرون من جامعة المنصورة في عام 2013 نشر بحث أن أعطى عجوة المدينة للأرانب قسمهم لسلاس مجموعات مجموعة ضابطة ومجموعة أعطاها خلات الرصاص مع العجوة ومجموعة أعطاها خلات الرصاص دون عجوة بعد طبعا أخذ عينة يعني من الدم وقسم ووظائف الكيلة وأنزمات الكبد سبحان الله وبعد نهاية البحث تم إماتة الحيوانات وأخذ عينة من الدم وأجرى فحص يعني لأجهزة الجسم المختلفة فوجد التي أخذت خلات الرصاص والرصاص هذه مادة سامة وجد أن حصل في تلايوف في الكبد وفي الكيلة ومشاكل يعني في الجسم عامة سبحان الله أما المجموعة التي أخذت عجوة المدينة مع خلات الرصاص نسبة إنزمات الكبد في معدلاتها قرب معدلاتها الطبيعية ووظائف الكيلة قرب معدلاتها الطبيعية وجدت نسبة التلايوف والمشاكل سبحان الله في أجهزة الجسم المختلفة أقل من المجموعة التي أخذت خلات الرصاص فقط وهذا يظهر الإعجاز العلمي في كلام النبي عليه وفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويبرز فعلا هو حقيقة يعني معجزة نبوية وحقيقة علمية تبحث تجد ما قاله النبي عليه وفضل الصلاة والسلام وفي بحث آخر في كرسي المعلم محمد عوض بن لادي لابحث الإعجاز العلمي في الطب النبوي في جامعة طيبة في المدينة النبوية عليه وعلى ساكنة أفضل الصلاة والسلام وأنا كنت أعمل في هذا الكرسي وأنا مؤسسين وفضل الله أجر بحث أعطى على الفئران أعطاهم مادة الكربور رباع الكولوريد هذه المادة تدمر الكبد تماما أعطاه قسم الفئران إلى خمسة مجموعات مجموعة ضابطة مجموعة أعطاها الكربور رباع الكولوريد لمدة 4 سبيع مجموعة أخرى أعطاها الكربور رباع الكولوريد لمدة 12 أسبوع مجموعة أخرى أعطاها الكربور رباع الكولوريد مع العجوة لمدة 4 سبيع ومجموعة أخرى أعطاها الكربور الرباع الكولوريد مع العجوة لمدة 12 أسبوع 12 أسبوع يعني سبحان الله طبعا أخذ عينة من الدم وشاف انظمات الكبد وبعد نهاية البحث تم إماتة الحيوانات سبحان الله فوجد أن المجموعة اللي أخذت الكربور الرباع الكولوريد حصل انظمات الكبد مرتفعة جدا ووجد فيه تلايف في الكبد أو فيه تدمير وتلايف من نسبة كبيرة في الكبد أما المجموعة اللي أخذت عجوة المدينة مع الكربور الرباع الكولوريد هذه المادة التي تدمير الكبد وجد انظمات الكبد قرب معدلاتها طبيعية وجد أن نسبة تلايف أقل من المجموعة اللي أخذت الكربور الرباع الكولوريد لوحده وهذا هو الإعجاز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا كان قال فقد صدق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله سوف أتحدث مع حضراتكم في الحلقة القادمة انقدر الله لنا ولكم البقاء عن التلبينة وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة